اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النظام الإيراني بالفشل بتوفير احتياجات شعبه وإدخال البلاد بضائقة اقتصادية خانقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره ترامب بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحث خلاله الاحتجاجات التي تشهدها إيران والتي طالب خلالها المحتجون بتحسين واقعهم المعيشي والتوقف عن تحويل ثروات البلاد إلى تمويل الإرهاب ودعم الجماعة المسلحة في الخارج